كان عندنا احتفاء واحتفالات أنا بحط لها عنوان الإنسانية يوم 8 مارس الاحتفال بيوم المرأة العالمي والسيدة انتصار السيسي قرينة السيدة الرئيس الحقيقة كانت بتشرف في هذا الاحتفال وكرمت العديد من الأسماء للمرأة المصرية اللي بتبزل حقيقي مجهود في كافة المجالات وأنا شفت كده قدقي المرأة المصرية لمست هذا التكريم والتقدير لأنه التكريم والتقدير بيدي طاقة إيجابية حلوة وكان فيه الحقيقة أسماء للمكرمات كلهم فضليات ومشرفات وكان الحقيقة الاحتفال جميل وراقي وفيه كده إنسانيات عالية والنهاردة ان شاء الله تنورنا الفنانة فاردوس عبد الحميد إحدى المكرمات في هذا اليوم الجميل يوم 9 مارس ده يوم يعني يعني عايز أقول أكثر جمالا كمان وإنسانية وهو يوم الشهيد يوم الحقيقة يعني أنا حاسة أنه زي ما قلنا فيه ربط بينه وبين يوم المرأة لأنه أم الشهيد هي كمان امرأة يعني قدمت للوطن شهيد وبطل وكمان قدرت إن هي يعني تتسلح بالصبر والسلوان وتكمل طريقها وحياتها لباقي أسرتها فإحنا دايما طول الوقت كمصريين عندنا أبطال في كل مكان أبطال على الجبهة أبطال في المجتمع أبطال في الأسرة فأنت طول الوقت لما بيبقى فيه تذكر للأيام دي وتحاول أن أنت يعني يتقدم نوع من أنواع التكريم بيعمل كده نوع من أنواع الأريحية والناس تبقى حاسة براحة والتكريم والتقدير طول الوقت وإنك دايما تبقى فاكر وما بتنساش أبدا خاصة يوم الشهيد عمرنا ما بننسى أبدا دم مصري يعني يقدم كتير وكنت معجبة جدا بالأغنية لأنه عنوانها الحقيقة هو اللي احنا عايشين فيه وعلشان الشهيد اللي يرضى لازم نبنيها وإحنا فعلا لازم نفضل نبني بلدنا